ما في شكل أنه في تطورات سريعة بمنطقة القرن الأفريقي ويعني مضيق المندب جزء من هالتطورات السريعة هي غياب سياسي أمريكي أو اهتمام كبير بهذه المنطقة منشوف سعود للوجود الصيني، الوجود التركي وأيضا بشكل كبير وجود الإمارات الإمارات عنده اتفاق لميناء عسكري بأريتريا وهلأ أبرمت اتفاق لميناء آخر في أرض سومالي اللي هي منطقة من مناطق سوماليا بينما العاصمة السومالية موغاديشو والجيبوتي نوعا ما راحت باتجاه التحالف القطري التركي في فنوعا من تنافس من دول الخليج بمنطقة القرن الأفريقي ووجود تركي وأيضا اهتمام الصيني كبير لحديث هلأ التواجدات المختلفة ما أدت إلى مواجهة ولكن قد يحصل هذا الأمر إنما يوجد أيضا استثمارات اقتصادية كبيرة قد تفيد المنطقة لأنه معظم يعني جزء من الموانئ هي أيضا اقتصادية وتجارية بتفيد ممكن إثيوبيا ويريتريا وجيبوتي وسوماليا في مجموعة من العقوبات الجديدة الأمريكية التي يعني صارت ضد إيران بالأسبوع الفائت منها على الأمور المالية وإلى ما هناك ولكن العقوبات الأهم تأدي بالأسابيع القادمة حول قطاع النفط السؤال الكبير هو فعلا على قطاع النفط الدول الأوروبية يعني والشركات الأوروبية قد ترضخ للقرار الأميركي ولكن مش أكيد بعد ماذا سيكون الموقف الصيني والهندي اللي هني كبار مستهلكي الطاقة في إيران ما في شك أنه الوضع الاقتصادي بإيران بتراجع كبير والعملي بتراجع في تأزم يمكن اقتصادي اجتماعي وقد يكون سياسي في إيران من الصعب أن تؤدي هذه التوترات إلى مفاوضات بين الولايات المتحدة وإيران في المستقبل المنظور ولكن هناك مساعي عمانية وربما روسية للوصول إلى محادثات ما ولكن حتى الآن تبدو هذه بعيدة يعني إدارة الرئيس ترامب تقول أنها تريد أن تعلن برنامج أو اتفاق خطوط عريضة لاتفاق سلام هذا سيكون سادس يعني خطة أمريكية أول خطة كانت خطة روجرز في 1967 فهذه الخطة لها تاريخ كبير التهديد بتعليق كل المساعدات للأنروة تهديد خطير وقرار ترامب بنقل السفارة الأمريكية من تل أبيب إلى القدس في العام الماضي أيضا أثر سلبا ولكن بالوقت نفسه البيت الأبيض يبدو أنه يعزز التاقم والفريق العمل قرب جارد كوشنر لإعلان شيء ما في الأسابيع أو الأشهر القادمة ولكن الموقف الفلسطيني يبقى رافض ووراء ذلك ربما الموقف السعودي والخليجي سيكون رافض إذا لم يكن هناك مفافقة فلسطينية إذن قد يكون مصير هذا الأعلان أو هذه الخطة كمصير خطة سابقة اشتركوا في القناة